موسيقى بعد الضربات الأمريكية الميليشيات الموالية لإيران تعيد انتشار قواتها بين الميادين والبكامات اجتماع روما يدعو لوقف فوري للنار في سوريا وواشنطن تحذر موسكو من استخدام الفيتو خلال استقباله نظيره الإسرائيلي بايدن يؤكد ان ايران لن تحصل على سلاح نووي خلال فترته الرئاسية اهلا بكم وقرى واقع بين مدينتين الميادين والبكامال وذلك وسط استنفار كبير لتلك الميليشيات في المنطقة تخوفا من ضربات جديدة بعد الاستهدافات الصاروخية التي تعرضت لها خلال الساعة الفائتة من قبل قوات التحالف الدولي يذكر ان ميليشيات الحجد الشعبي والميليشيات الايرانية اعادت تموضعها في مدينة الميادين بعد قصفها لحقل العمر النفطي القاعدة الامريكية ورصد نشطاء تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على طول نهر الفرات وكان المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش الكولونال الامريكي وين ماروتو اكد عدم وقوع اصابات بصفوف القوات الامريكية التي استهدفت بعدة صواريخ في محافظة دير الزور السورية واضاف ان القوات الامريكية ردت دفاعا عن النفس بقذائف المدفعية على مواقع اطلاق الصواريخ كما اشعر الى انه يجري تقييم الاضرار التي اسفر عنها الهجوم يأتي هذا في اعقاب اعلان المرصد السوري لحقوق الانسان بان فصائل موالية لايران اطلقت قذائف مدفعية على قاعدة عسكرية امريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور في شرق سوريا من دون ان يسفر القصف عن ضحايا دعا الاجتماع الوزري في روما عبر بيان مشترك الى وقف فوري لاطلاق النار في عموم سوريا وتسهيل الدخول المساعدة دون عوائق وحذرت الولايات المتحدة روسيا بانها تخاطر بتقويض الامال بتحسن العلاقات بين البلدين اذا استخدمت حق النقد في مجلس الامن لاغلاق المعبر الحدودي الوحيد لإيصال المساعدات الى سوريا واشدد وزير الخارجية الامريكي على ضرورة السعي الى توسيع نطاق المساعدات عبر الحدود للوصول الى ملايين المحتاجين للاغذية والادوية واللقاحات وطلب البيان بالتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الفين ومائتين واربعة وخمسين الداعي الى هدنة وانتقال سياسي في سوريا مضحا انه الحل الوحيد لانهاء الصراع واكد البيان ضرورة ايجاد حل شامل وطويل الامد لمعتقل داعش وافراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا اعلن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين تقديم الولايات المتحدة 436 مليون دولار كمساعدات انسانية اضافية الى اللاجئين السوريين والبلدان التي تستضيفهم ناقشنا في اجتماعنا الثاني تطورات الازمة الانسانية في سوريا وضرورة الاستجابة السريعة لتقديم المساعدات من خلال المعابر الحدودية حيث يحتاج الملايين من السوريين للغذاء والدواء واللقاحات اللازمة للتطعيم يسرني الاعلان عن تقديم الولايات المتحدة 436 مليون دولار كمساعدات انسانية اضافية للاجئين السوريين والبلدان التي تستضيفهم قال وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش ان الرياض تتطلع لوضع حد لمعاناة الشعب السوري واكد وزير الخارجية السعودية ان الحل السياسي هو الحل الوحيد للازمة السورية وفقا للقرارات الدولية داعيا الى عدم تسييس الحاجات الانسانية للشعب السوري واكد الامير فيصل بن فرحان ضرورة التوافق الدولي لإدخال المساعدات برا الى سوريا منضحا ان اهمال الحاجات الانسانية في سوريا يوفر بيئة حاضنة للارهاب في لبنان افرجت السلطات عن صحفيين اثنين اوروبيين بعد ست ساعات من اعتقالهما على يد عناصر من ميليشيا حزب الله وتسليمهما لقوات الامر واوضحت ان ماريا لوكا رئيسة تحرير موقع ناو لبنان عبر تويتر ان مراسلها البريطاني مات كينستن والصحفية الالمانية ستلا مانير اعتقل وصدرت هواتفهما على يد عناصر من ميليشيا حزب الله اثناء تغطيتهما لازمة الوقود باحدى المحطات على طريق المطار والواقعة ضمن نفوذ ميليشيات حزب الله من جهتها قالت السفر البريطانية في لبنان ان رئيسة بأثاتها تواصل مع السلطات اللبنانية منذ اللحظات الاولى لاحتجاز الصحفي البريطاني مات كينستن وصفت الحادث بالمقلق والخطير واضافت عبر حسابها في تويتر انه لا ينبغي منع الصحفيين من اداء وظائفهم المشروعة مشيرة الى ان الصحافة الحرة امر بالغ الاهمية للديمقراطية في لبنان اكد رئيس الامريكي جو بايدن ان ايران لن تحصل ابدا على سلاح نووي وهو في السلطة واشاريلا انه صرح بضربات ضد الميليشيات التي تدعمها ايران في سوريا والعراق وعلن بايدن ان التزام الولايات المتحدة تجاه اسرائيل صلب لافتا الى انه يتطلع للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بنات قريبا في اليمن كشف مسؤول عسكري عن مصرع خابيرين عسكريين ايرانيين في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني ربيع القرش ان الخبير الاول اسمه الحركي ادريس اصغر فيما يدعى الخبير الثاني رحن بهرام وينتميان لفيلق القدس الايراني واوضح انهما قتل اثناء مرافقتهما للقياد الحوثي ابو هاشم القابوسي قائد الحراسة الخاصة لعبد الملك الحوثي والذي اكدت مصادر اعلامية يمنية مقتله قبل يومين في قصف للجيش الوطني اثناء استقباله من قبل قيادات عسكرية حوثية بالجوف حذر وزير الخارجيات العراقي فؤاد حسين من ان تنظيم داعش لا يزال موجودا في مناطق شمال وغرب العراق ويمتلك اسلحة ويشن هجمات ارهابية داعش كدولة ارهابية اختفت ولكن داعش كتنظيم ارهابي باقي داعش كفكر باقي داعش كفالسلاح باقي لكن داعش الان ليست مقارنة مع 2014 او سنوات اللي تلت ليست قوية مثل قبل والحرب على داعش الان تختلف الحرب على داعش قديما كانت حرب عسكرية وجبهوية والان الحرب على داعش هي حرب المخابرات والمعلومات من جانبه شدد وزير الخارجيات المصري سامح شكري على ضرورة محاربة التنظيمات الارهابية بكافة اشكالها والحد من خطورتها على المنطقة مشيرا الى ان داعش وجماعة الاخوان مرتبطة بشكل وثيق بالافكار المتطرفة التي تحاول من خلالها زعزعة الامن في دول المنطقة هذه التنظيمات كلها لها ارتباط وثيق بعضها البعض سواء كانت داعش الاخوان المسلمين احرار الشام كل التنظيمات هي بتعمل نفس الهدف هو زعزعة استقرار الدول والبث الفكر المتطرف والاقصائي للمجتمع الدولي ان تتكتف جهوده ان يتعامل وفقا لما تتعامل به مصر من استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه التنظيمات امنيا ولكن ايضا بمقاومة الفكر المتطرف تغيير الخطاب الديني توضيح حقيقة الاسلام الحنيف ومبادئه السمحة وايضا التعاون في اطار تبادل المعلومات في الملف الليبي يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم لمناقشة ملفات عدة ابرزها المرتبات في الميزانية العامة وتعيين وزير للدفاع ووكلاء له وعلق المجلس جلسته امس في طبرق واضح المتحدث الرسمي باسمه عبدالله بليحق ان جلسة امس تضمنت استعراضا كتابي لجنة 5 زائد 5 العسكرية والتي تطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع الا بعد تعيين وزير لها كما تقرر خلال الجلسة استدعاء الحكومة للمثول امام مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة اليوم وجرى ايضا تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظرا لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من احالة المجلس لملفات المترشحين وجه المجلس الرئاسي الليبي رسالة الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة طلب منه الحضور الى اجتماع الاحد المقبل لمناقشة تسمية وزير الدفاع وهي الحقيبة التي يحتفظ بها لدبيبة لنفسه منذ تولي السلطة تنفيذية مهامها قبل اكثر من ثلاثة اشهر وذلك بناء ان على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بالفقرة 15 من المادة الثانية والتي تقضي بوجوب التشاور في تسمية وزير الدفاع يواصل ملتقى الحوار السياسي الذي يعقد في جناف عمل يومه الثاني لحل المواضيع المختلف عليها والصياغ التي توصلت لها لجنته الاستشارية وتوصل اعضاء الملتقى امس الى تفاهمات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء الانتخابات المقبلة واعلن المجتمعون ان اي عسكري يرغب بالترشح للانتخابات يجب ان يقدم استقالته كما لن يتمكن اي شخص يحمل جنسيتين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ويعد مستقيلا من منصبه كل مترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا وستجرى الانتخابات وفق القاعدة الدستورية بنظام قوائم رئيس ونائب رئيس ورئيس حكومة اما البرلمان فتوافق اعضاء الحوار على ان يتشكل من غرفتي مجلس نواب وسيكون في بنغازي ومجلس شيوخ في سبهاء او ترابلس كما واجه الاجتماع المجلس الرئاسي باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتوحيد الجيش ووضع قياداته تحت سلطته هذا واوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لبيب تأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور الى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل اجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء الى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة طفقا للقاعدة الدستورية وتلزم هذه السلطة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع وذلك قبل انتهاء ولايتها على ان يشكل ملتقى لجنة فنية للتواصل مع هيئة سياغة الدستور لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من قبل بعض الشرائح والمكونات على مشروع مسودة الدستور الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام النشرى الى اللقاء سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة تعلمنا انه لا يمكن التكهن بأي شيء مستفضل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم اكثر الاخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين مهمتنا ان نحاول جعل المشهد اكثر فعما ستوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بطاقية جرينيتش على شاشة الحدث نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا عجائز وأطفال فارونا من الجحيم باحثونا عن المجهور اشتركوا في القناة الميليشيات الموالية لإيران تعيد انتشار قواتها بين الميادين والبوكمال اجتماع روما يدعو لوقف فوري للنار في سوريا وواشنطن تحذر موسكو من استخدام الفيتو خلال استقباله نظيره الإسرائيلي بايدن يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي خلال فترته الرئاسية اهلا بكم افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بين منطقة غرب الفرات تشهد إعادة انتشار للميليشيات الموالية لإيران في مدينة الميادين شرقي دير الزور ومنطقة المزارع وبلدات وقرى واقعة بين مدينتي الميادين والبوكمال وذلك وسط استنفار كبير لتلك الميليشيات في المنطقة تخوفا من ضربات جديدة بعد الاستهدافات الصاروخية التي تعرضت لها خلال الساعة الفائتة من قبل قوات التحالف الدولي يذكران ميليشيات الحجد الشعبي والميليشيات الإيرانية أعادت موضعها في مدينة الميادين بعد قصفها لحقل العمر النفطي القاعدة الأمريكية ورصد نشط تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على طول نهر الفرات قالت وكان المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش الكولونال الأمريكي وين ماروتو أكد عدم وقوع إصابات بصفوف القوات الأمريكية التي استهدفت بعدة صواريخ بمحافظة دير الزور السورية وأضافنا القوات الأمريكية ردت دفاعنا عن النفس بقذائف المدفعية على مواقع أطلاق الصواريخ كما أشار إلى أنه يجري تقييم الأضرار التي أسفر عنها الهجوم يأتي هذا في عقب علان المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فصائل موالية لإيران أطلقت قذائف مدفعية على قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرق سوريا من دون أن يسفر القصف عن ضحايا فيما يبدو ردا من الفصائل الموالية لإيران على الغارات الأمريكية قالت ميليشيات عراقية أنها استهدفت حقل العمر النفطي السوري ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقية بعدة قذائف مدفعية المرصد السوري قال أن خسائر مادية وقعت في مكان الاستهداف الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وإثر الهجوم حلقت بكثافة طائرات استطلاع تابع للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولية في أجواء المنطقة وأشار المرصد إلى انسحاب الميليشيات الإيرانية من المناطق التي قصف منها الحقل النفطي جنوب مدينة الميادين وأعادت انتشارها في الأحياء السكنية داخل المدينة إلا أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع ينتشر فيها الحرس الثوري الإيراني امتدادا من حقل العمر وحتى مدينة الميادين وأكدت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري وقوع الغارات على المواقع الإيرانية وقالت إن ستين آلية مدرعة أمريكية توجهت للمنطقة لدعم قواعدها بريف الحسكة من جانبها أعادت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على أن واشنطن لن تتردد في حماية مصالحها ومواطنيها من أي هجمات تستهدفهم في سوريا أو العراق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي حول الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت ميليشيات موالية لإيران قرب حدود سوريا والعراق إن البيت الأبيض أبلغ بعض أعضاء الكونغرس قبل الضربات الجوية وأن تلك الضربات تهدف الردع دعوني أقول في البداية أن الغارات التي أعلن عنها أمس وفقا للقانون الرئيس اتخذ هذا القرار الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع لحماية الولايات المتحدة وكانت موجهة لمواقع تستخدم لميليشيات تابعة لإيران كانت ضالعة بعدد من الهجمات وتستخدم لتخزين الأسلحة والأمور اللوجستية والآلات العسكرية أثار الهجوم الأمريكي الأخير على منشآت تابعة لميليشيات عراقية موالية لإيران غضب تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري ويضم تحت مظلته ميليشيات مسلحة توعدت بالرد على الهجوم فيما اعتبرت القوات المسلحة العراقية الغارات الأمريكية على القائم انتهاكا لأمن العراق وسيادته الميليشيات العراقية الموالية لإيران تتوعد واشنطن بالرد على الهجوم الأمريكي الأخير الذي استهدف منشآت عسكرية تابعة لميليشيات الحشد في مدينة القائم على الحدود مع سوريا تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري ويضم تحت مظلته ميليشيات مسلحة موالية لإيران توعد واشنطن بالرد على الهجوم الذي ألحق خسائر كبيرة بترسانة الحشد العسكرية كما طالب حكومة الكاظم بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق الضربات الأمريكية الأخيرة لم تحظى بقبول الحكومة العراقية وقواتها المسلحة التي أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن الغارات الأمريكية على القائم انتهاك لأمن وسيادة العراق وأن بغداد ترفض أن تكون البلاد ساحة لتصفية الحسابات كما دعت القوات المسلحة كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد بعد الغارات الأمريكية ورغم استنكار الحكومة العراقية الهجوم الأمريكي على أراضيها وتوعد الميليشيات بالثأر لقتلها إلا أن واشنطن وحسب البنتاجون ترى ضرورة لجم أذرع إيران في المنطقة وخاصة داخل العراق حيث تتعرض المصالح الأمريكية لهجمات متواصلة من تلك الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة بعيداً عن المظلة الحكومية والعملية السياسية في العراق دعا الاجتماع الوزري في روما عبر بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في عموم سوريا وتسهيل دخول المساعدات دون عوائق وحذرت الولايات المتحدة روسيا بأنها تخاطر بتقويد الأمال بتحسن العلاقات بين البلدين إذا استخدمت حق النقد في مجلس الأمن لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد لإيصال المساعدات إلى سوريا وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة السعي إلى توسيع نطاق المساعدات عبر الحدود للوصول إلى ملايين المحتاجين للأغذية والأدوية واللقاحات وطلب البيان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الداعي إلى هدنة وانتقال سياسي في سوريا مضح أنه الحل الوحيد لإنهاء الصراع وأكد البيان ضرورة إيجاد حل شامل وطويل الأمد لمعتقل داعش وأفراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا أكثر من عشرة آلاف عنصر من تنظيم داعش قابعون في سجون قوات سوريا الديمقراطية يشكلون مصدر قلق عالمي واشنطن كشفت أنهم ما زالوا منذ سنوات رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية مطالبة بإعادتهم لبلدانهم لمحاكمتهم وتأهلهم الأكراد طالبوا مراراً وتكراراً الدول باستعادة مواطنيها من منسوب داعش المعتقلين لديها حوالي 12 سجناً تعتقل فيها قوات سوريا الديمقراطية أكثر من عشرة آلاف من عناصر أخطر تنظيم إرهابي في العالم موجودون هنا في غرف صغيرة مكتظة بسجناء بالكاد يجدون موطئ قدم ظاهرياً هذا حالهم لكن ما يخفونه أعظم خصوصاً لتبرير القتل التنظيم لم ينتهي نعم وأن العالم كله يعرف أن التنظيم لم ينتهي يعني إذا موجود في سجون قوات سوريا الديمقراطية ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف سجين فبرات السجون يمكن شيء ستة آلاف عشرة آلاف لعد تنظيم أو انضمام إلى تنظيمات أخرى لأن التنظيم داعش الأشخاص الذين انضموا له صاروا منبوذين من العالم كام بسبب الجرام الذي ارتكبها داعش والقتل والذبح المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن خلايا داعش لا تزال تحاول الاستيقاظ وتنفيذ هجمات في هذه السجون وأن المقاتلين ينظمون أنفسهم ويتهامسون سراً داخل الزنازين ولا يزالون يشكلون تهديداً للعالم الخارجي كاميرات المراقبة تلتقط صورهم لكنها تخفق في سماع أحاديثهم التي تنسج خطة قد تنفذ حين ترخل قبضة الأمنية وبينما يقود التدخل التركي قبضة الأكراد الأمنية على سجون داعش يعتقد الأكراد أن عدم قدرة واشنطن على بناء استراتيجية واضحة للتعامل مع بقايا داعش يعطي التنظيم فرصة لإعادة تنظيم نفسه أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أعلن تقديم الولايات المتحدة 436 مليون دولار كمساعدة إنسانية إضافية إلى اللاجئين السوريين والبلدان التي تستضيفهم ناقشنا في اجتماعنا الثاني تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا وضرورة الاستجابة السريعة لتقديم المساعدات من خلال المعابر الحدودية حيث يحتاج الملايين من السوريين للغذاء والدواء واللقاحات اللازمة للتطعيم يسرني الإعلان عن تقديم الولايات المتحدة 436 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للاجئين السوريين والبلدان التي تستضيفهم قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش إن رياض تتطلع لوضع حد لمعاناة الشعب السوري وأكد وزير الخارجية السعودي إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقا للقرارات الدولية تاعيا إلى عدم تسييس الحاجات الإنسانية للشعب السوري وأكد الأمير فيصل بن فرحان ضرورة التوافق الدولي لإدخال المساعدات برا إلى سوريا مضحا أن أهمال الحاجات الإنسانية في سوريا يوفر بأحاضن للإرهاب في لبنان أفرجت السلطات عن صحفيين اثنين أوروبيين بعد ست ساعة من اعتقالهما على يد عناصر من ميليشيا حزب الله وتسليمهما لقوات الأمن وأوضحت أن ماريا لوكا رئيسة تحرير موقع ناو لبنان عبر تويتر أن مراسلها البريطاني مات كينستن والسحفية الألمانية ستلا مانير اعتقل وصدرت هواتفهما على عياد عناصر من ميليشيا حزب الله أثناء تغطيتهما لأزمة الوقود بأحدى المحطات على طريق المطار والواقعة ضمن نفوذ ميليشيات حزب الله من جهتها قالت السفارة البريطانية في لبنان أن رئيس بعثتها تواصل مع السلطات اللبنانية منذ اللحظات الأولى لإحتجاز السحفي البريطاني مات كينستن ووصفت الحادث بالمقلق والخطير وأضافت عبر حسابها في تويتر أنه لا ينبغي منع السحفيين من أداء وظائفهم المشروعة مشيرة إلى أن الصحافة الحرة أمر بالغ الأهمية للديمقراطية في لبنان أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وهو في السلطة وأشار إلى أنه صرح بدربات ضد الميليشيات التي تدعمها إيران في سوريا والعراق وأعلن بايدن أن التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل صلب لافتا إلى أنه يتطلع للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفطة إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي بينما أنا في السلطة وتحت نظري أصدرت توجيهات ليلة أمس لتنفيذ هجمات ضد مواقع الميليشيات المدعومة من إيران وهي مسؤولة عن هجمات مؤخرا ضد الجنود الأمريكيين في العراق فريقي وأنا نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة أتطلع لاستضافة رئيس الوزراء نفتالي بينت في البيت الأبيض ونثمن تعزيز العلاقة بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط وأفريقيا ونتطلع إلى بناء مجموعة من أجل السلام والاستقرار الولايات المتحدة وإسرائيل ستواصلان العمل من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابيد إلى الإمارات صباح اليوم في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي والأولى من اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات وذكرت صحيفة جروسلم بوست الإسرائيلية أن البيت سيلتقي بعدد من الوزراء من بينهم نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد أنهيان كما سيلتقي مع ممثلين عن الجالية اليهودية في أبوظبي ودبي ومن المقرر أن يفتتح البيت السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والكنصلية في دبي كما سيزور جناح إسرائيل في معرض إكسبو الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل في اليمن كشف مسؤول عسكري عن مصرع خبيرين عسكريين إيرانيين في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني ربيع القرشي إن الخبير الأول اسمه الحركي إدريس أصغر فيما يضع الخبير الثاني رحنا بهرام وينتميان لفيلق القدس الإيراني وأوضح أنهما قتل أثناء مرافقتهما للقياد الحوثي أبو هاشم القابوسي قائد الحراسة الخاصة لعبد الملك الحوثي والذي أكدت مصادر عالمية يمنية مقتله قبل يومين في قصف للجيش الوطني أثناء استقباله من قبل قيادات عسكرية حوثية بالجوف حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن تنظيم داعش لا يزال موجودا في مناطق شمال وغرب العراق ويمتلك أسلحة ويرشن هجمات إرهابية داعش كدولة إرهابية اختفت ولكن داعش كتنظيم إرهابي باقي داعش كفكر باقي داعش كفي السلاح باقي لكن داعش الآن ليست مقارنة مع 2014 أو سنوات اللي تلت ليست قوية مثل قبل والحرب على داعش الآن تختلف الحرب على داعش قديما كانت حرب عسكرية وجبهوية والآن الحرب على داعش هي حرب المخابرات والمعلومات من جانبه شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها والحد من خطورتها على المنطقة مشيرا إلى أن داعش وجماعة الإخوان مرتبطة بشكل وثيق بالأفكار المتطرفة التي تحاول من خلالها زعزعة الأمن في دول المنطقة هذه التنظيمات كلها لها ارتباط وثيق بعضها البعض سواء كانت داعش الإخوان المسلمين أحرار الشام كل التنظيمات هي بتعمل نفس الهدف هو زعزعة استقرار الدول والبث الفكر المتطرف والإقصائي للمجتمع الدولي أن تتكاتف جهوده وأن يتعامل وفقا لما تتعامل به مصر من استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه التنظيمات أمنيا ولكن أيضا بمقاومة الفكر المتطرف تغيير الخطاب الديني توضيح حقيقة الإسلام الحنيف ومبادئه والسامحة وأيضا التعاون في إطار تبادل المعلومات في الملف الليبي يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم لمناقشة ملفات عدة أبرزها المرتبات في الميزانية العامة وتعين وزير للدفاع ووكلاء له وعلق المجلس جلسته أمس في تبرق وأوضح المتحدث الرسمي باسمه عبدالله بلاحق أن جلسة أمس تضمنت استعراض كتابي لجنة 5 زائد 5 العسكرية والتي تطالب من خلالهما مجلس النواب بتعين وزير للدفاع وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعين وزير لها كما تقرر خلال الجلسة استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الأثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة اليوم وجرى أيضا تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظرا لعدم رد مجلس الدولة الاستشارية على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين يواصل ملتقى الحوار السياسي الذي يعقد في جناف أعمال يومه الثاني لحل المواضيع المختلف عليها والصيغة التي توصلت لها لجنته الاستشارية وتوصل عضاء الملتقى إلى تفاهمات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة وعلن المجتمعون أن أي عسكري يرغب بالترشح للانتخابات يجب أن يقدم استقالته كما لن يتمكن أي شخص يحمل جنسيتين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ويعد مستقيلا من منصبه كل مترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا وستجرى الانتخابات وفق القاعدة الدستورية بنظام قوائم رئيس ونائب رئيس ورئيس حكومة أما البرلمان فتوافق أعضاء الحوار على أن يتشكل من غرفتين مجلس نواب وسيكون في بنغازي ومجلس الشيوخ في سبهة أو ترابلس كما وجه الاجتماع المجلس الرئاسي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوحيد الجيش ووضع قياداته تحت سلطته هذا وأوسط اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لبيب تأجيل الاستفتاء على مشروع مسودات الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل أجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة طفقا للقاعدة الدستورية وتلزم هذه السلطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع وذلك قبل انتهاء ولايتها على أن يشكل ملتقى لجنة فنية للتواصل مع هيئة سياغة الدستور لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من قبل بعض الشرائح والمكونات على مشروع مسودة الدستور هدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش كل من يعرق العمليات الانتقال السياسي وأجراء الانتخابات في ليبيا بالخضوع للمساءلة وذلك وفقا لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 كوبيتش أكد أمس خلال افتتاح جلسة ملتقى الحوار السياسي ليبي في جناف ضرورة أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب ما اتفق عليه في خارطة الطريق وأن تقبل نتائجها من الجميع كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة أن لا يكون مستقبل ليبيا رهين لمصالح القوى التي تريد الإبقاء على الوضع الراهن أفادت مصادر مطلعة للحدث بأن مصر تتحفظ على أي اتفاقيات مرحلية بشأن سد النهضة الإثيوبي لا تحفظ حقوق شعبها وتتمسك باتفاق ملزم وقانوني وأوضحت المصادر أن القاهرة ستواصل جهودها في اللجوء إلى مجلس الأمن واطلاع المجتمع الدولي على تعانوث إثيوبيا نفى السودان بشكل قاطع قبوله الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي وفي تصريحات خاصة للحدث أكدت الحكومة السودانية أنها وافقت بشروط على مبادرة للاتفاق تقدم بها رئيس دولة الكونغو ديمقراطية حول عملية الملء الثاني لسد النهضة الشرط الأول أن تبنى هذه المبادرة أو الشروط بتاعتنا أن تبنى على ما تم التوافق والتفاهم حوله هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني قلنا أن هذه الاتفاقية يجب أن يكون لديها إطار زمني ما بين الاتفاقية التي سنقطعها أو إذا كانت قبلت إثيوبيا بهذه الشروط وبين الاتفاقية النهائية الملزمة والقانونية وشاملة وقلنا أن عزل إطار الزمني يجب أن لا يتجاوز ستة شهور ما بين الاتفاقية الحالية هذه المبادرة وما بين الاتفاق النهائي دافع حسام رضوي مدير عام مكتب الشؤون الخارجية لوكلة أنباء تسنيم والذي يعد أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني الإعلامية دافع عن حركة طالبان محذرا الشيعة في أفغانستان من التطوع للحرب ضدها إيران والنظرة المستقبلية لوجودها في أفغانستان ملف الحديث عنه ليس بجديد لكن ماذا يربط إيران وجارتها؟ الحلقة الأبرز هنا هي حركة طالبان إنعكاس يلفت النظر للقاء تلفزيوني لمدير عام مكتب الشؤون الخارجية لوكالة تسنيم حسام رضوي الذي يعتبر ذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني في تحذير وجهه للشيعة الأفغانيين بصورة مباشرة وحذرهم من مواجهة طالبان رضوي وفي حديثه مع تلفزيون الرسمي الإيراني وجه كلامه للشيعة في أفغانستان الذين يطلق عليهم الهزارة بأن لا يصغل النداءات التي توجهها وسائل الإعلام لتحريضهم ضد طالبان تحت ذريعة أن أمريكا تستخدم استراتيجية الحرب المذهبية في أفغانستان المديح الإيراني هو التوجه نحو دعم حركة طالبان في وقت تسحب الولايات المتحدة قواتها وعتادها من أفغانستان كان حاضرين أيضا في عنوين الصحف الإيرانية خاصة التابعة للمرشد الأعلى خامنئي كصحيفة كيهان صحيفة كيهان وعبر مقالها ذلك تحاول رسم صورة جديدة لحركة طالبان غير تلك التي سادت عنها كجماعة تمارس أعمالا إرهابية وتخريبية من جانب آخر تتهم أوساط أمنية وسياسية أفغانية طهران بدعم حركة طالبان المتشددة باستلاح والعتاد وتنديدها بالتعاون الوثيق بين الحركة والحرس الثوري الإيراني فقبل أيام اتهم عبدالستار حسيني مندوب ولاية فراه في البرلمان الأفغاني في حديثه لقناة إيران انترناشنال اتهم إيران بالتدخل في أفغانستان ليس فقط بالدعم اللوجستي والمادي بل وتزويدها بإحداثيات للقوات الأفغانية عبر طائرات مسيرة الحملة الإعلامية الإيرانية الأخيرة لتحسين صورة طالبان ما هي إلا إنعكاس للسياسة الإيرانية العلانية منها والسرية ففي السنوات الأخيرة زارت وفود من حركة طالبان إيران بشكل سري وعلني وتحتضن عدد من المدن الإيرانية بيتقادة طالبان هذا ويرى محللون سياسيون بأن إيران تهيئ نفسها لأفغانستان بعد خروج أمريكا روان حمزة الحدث أمر رئيس الحكومة التونسية هشام لمشيشي بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملبسات وفاة رجل أمن مصاب بفيروس كورونا أمام مستشفى بن الجزار بالقيروان دون أسعافه بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية والنقص في الأكسجين تأكيد وزارة الصحة ظهر حالات عدوى من السلالة المتحورة دلتا يفاكم المخاطر التي تواجهها تونس فيما فشلت السلطات حتى الآن في تطويق الوباء وكسر حلقة العدوى التي تفشى بسرعة ما أدى لإغلاق عدة محافظات منكوبة وصلت لوضعية كارثية المعارضة التونسية حملت حكومة المشيشي وحركة النهضة التي تقود لإئتلاف الحاكم مسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الفشل في مواجهة كورونا تليع بالأرقام رينا التليع بالقرارات ورينا أنه وصلنا اليوم إلى وضع وولى يعني من قسرة الذي هو يبكي ويدني القلب لدي ولى في نفس الوقت مشهد مضحك كيفش الحكومة تضحك على ذقوننا المستشفيات تجاوزت طاقتها القصوى وامتلأت أقسام الانعاش مع تدفق المصابين فيما تقف المنظومة الصحية على حافة الانهيار دولة لا يتعارك في بعضها ولا ينب بعضها ولا ينب بعضها ولا ينب في واحد والمريض مسكين مطيش فيه في الكلوار مطيش فيه الواحد والمكانية مطاعة التب ذكى حد مجهودة ومع إعلان وزير الصحة ناتون استمر بوضعية حرجة تزايدت الانتقادات لتراخي جزة الدولة في مراكبة تطبيق التدابير الاحترازية وكان لافتا استمرار الحشود والمظاهرات كما حدث عشية الاثنين بعد مباراة رياضية تزامنت مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات والوفيات جدار الائتلاف الحاكم بقيادة الغنوشي منع حكومة المشيشي من السقوط رغم التوترات السياسية والامنية والاحتجاجات الاجتماعية بيدانا سلة تطرح اليوم في تونس حول مصير الحكومة مع خروج كورونا عن السيطرة واحتدام النقاش العام بشأن إدارة الأزمة خليل الدجلود الحدث تونس إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة ندعوكم لمتابعة قناة الحدث على منصة التواصل الاجتماعي والتفاعل معها إلى اللقاء أحداث تولد على مدار الساعة صراعات وتحالفات شعوب وحكومات خطوط تغيرت أصرار كشفت وعنوين برزت أحداث متسارعة أدفعنا للبحث عن تفاصيلها عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه فدمت عقارب الساعة تتسابق نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على آخر ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعات من مكان الحدث من قلب الحدث بالثقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليس عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة الحدث بعد الضربات الأمريكية الميليشيات الموالية لإيران تعيد انتشار قواتها بين الميادين والبوكمان اجتماع روما يدعو لوقف فوري للنار في سوريا وواشنطن تحذر موسكو من استخدام الفيتو خلال استقباله نظيره الإسرائيلي بايدن يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي خلال فترته الرئاسية أهلا بكم أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن منطقة غرب الفورات تشهد إعادة انتشار للميليشيات الموالية لإيران في مدينة الميادين شرقي دير الزور ومنطقة المزارع وبلدات وقرى وقرى واقع بين مدينتين الميادين والبوكمان وذلك وسط استنفار كبير لتلك الميليشيات في المنطقة تخوفا من ضربات جديدة بعد الاستهدافات الصاروخية التي تعرضت لها خلال الساعة الفائتة من قبل قوات التحالف الدولي يذكر أن ميليشيات الحجد الشعبي والميليشيات الإيرانية أعادت تموضعها في مدينة الميادين بعد قصفها لحقل العمر النفطي القاعدة الأمريكية ورصد نشطاء تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على طول نهر الفورات وكان المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش الكولونال الأمريكي وين ماروتو أكد عدم وقوع إصابات بصفوف القوات الأمريكية التي استهدفت بعدة صواريخ في محافظة دير الزور السورية وأضاف أن القوات الأمريكية ردت دفاعا عن النفس بقذائف المدفعية على مواقع إطلاق الصواريخ كما أشعر إلى أنه يجري تقييم الأضرار التي أسفر عنها الهجوم يأتي هذا في أعقاب أعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فصائل موالية لإيران أطلقت قذائف مدفعية على قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور في شرق سوريا من دون أن يسفر القصف عن ضحايا دعا الاجتماع الوزري في روما عبر بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في عموم سوريا وتسهيل الدخول المساعدة دون عوائق وحذرت الولايات المتحدة روسيا بأنها تخاطر بتقويد الأمال بتحسن العلاقات بين البلدين إذا استخدمت حق النقد في مجلس الأمن لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد لإيصال المساعدات إلى سوريا وأشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة السعي إلى توسيع نطاق المساعدات عبر الحدود للوصول إلى ملايين المحتاجين للأغذية والأدوية واللقاحات وطلب البيان بالتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الداعي إلى هدنة وانتقال سياسي في سوريا مضحا أنه الحل الوحيد لإنهاء الصراع وأكد البيان ضرورة إيجاد حل شامل وطويل الأمد لمعتقل داعش وافراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تقديم الولايات المتحدة 436 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية إلى اللاجئين السوريين والبلدان التي تستضيفهم ناقشنا في اجتماع الثاني تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا وضرورة الاستجابة السريعة لتقديم المساعدات من خلال المعابر الحدودية حيث يحتاج الملايين من السوريين للغذاء والدواء واللقاحات اللازمة للتطعيم يسر الإعلان عن تقديم الولايات المتحدة 436 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للاجئين السوريين والبلدان التي تستضيفهم قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش إن الرياض تتطلع لوضع حد لمعاناة الشعب السوري وأكد وزير الخارجية السعودية إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقا للقرارات الدولية داعيا إلى عدم تسييس الحاجات الإنسانية للشعب السوري وأكد الأمير فيصل بن فرحان ضرورة التوافق الدولي لإدخال المساعدات برا إلى سوريا منضحا أن أهمال الحاجات الإنسانية في سوريا يوفر بأحاضنة للإرهاب في لبنان أفرجت السلطات عن صحفيين اثنين أوروبيين بعد ست ساعات من اعتقالهما على يد عناصر من ميليشيا حزب الله وتسليمهما لقوات الأمن وأوضحت أن ماريا لوكا رئيسة تحرير موقع ناو لبنان عبر تويتر أن مراسلها البريطاني مات كينستن والصحفية الألمانية ستيلة مانير اعتقل وصدرت هواتفهما على يد عناصر من ميليشيا حزب الله أثناء تغطيتهما لأزمة الوقود بإحدى المحطات على طريق المطار والواقعة ضمن نفوذ ميليشيا حزب الله من جهتها قالت السفر البريطانية في لبنان أن رئيسة بأثاتها تواصل مع السلطات اللبنانية منذ اللحظات الأولى لاحتجاز الصحفي البريطاني مات كينستن وصفت الحادث بالمقلق والخطير وأضافت عبر حسابها في تويتر أنه لا ينبغي منع الصحفيين من أداء وظائفهم المشروعة مشيرة إلى أن الصحافة الحر أمر بالغ الأهمية للديمقراطية في لبنان أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وهو في السلطة وأشار إلى أنه صرح بضربات ضد الميليشيات التي تدعمها إيران في سوريا والعراق وعلن بايدن أن التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل صلب لافتا إلى أنه يتطلع للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت قريبا في اليمن كشف مسؤول عسكري عن مصرع خابيرين عسكريين إيرانيين في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني ربيع القرش إن الخبير الأول اسمه الحركي إدريس أصغر فيما يدعى الخبير الثاني رحن بهرام وينتميان لفيلق القدس الإيراني وأوضح أنهما قتل أثناء مرافقتهما للقياد الحوثي أبو هاشم القابوسي قائد الحراسة الخاصة لعبد الملك الحوثي والتي أكدت مصادر أعلمية يمنية مقتله قبل يومين في قصف للجيش الوطني أثناء استقباله من قبل قيادات عسكرية حوثية بالجوف حذر وزير الخارجيات العراقي فؤاد حسين من أن تنظيم داعش لا يزال موجودا في مناطق شمال وغرب العراق ويمتلك أسلحة ويشن هجمات إرهابية داعش كدولة إرهابية اختفت ولكن داعش كتنظيم إرهابي باقي داعش كفكر باقي داعش كفي السلاح باقي لكن داعش الآن ليست مقارنة مع 2014 أو سنوات اللي تلت ليست قوية مثل قبل والحرب على داعش الآن تختلف الحرب على داعش قديما كانت حرب عسكرية وجبهوية والآن الحرب على داعش هي حرب المخابرات والمعلومات من جانبه شدد وزير الخارجيات المصري سامح شكري على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها والحد من خطورتها على المنطقة مشيرا إلى أن داعش وجماعة الإخوان مرتبطة بشكل وثيق بالأفكار المتطرفة التي تحاول من خلالها زعزعة الأمن في دول المنطقة هذه التنظيمات كلها لها ارتباط وثيق بعضها البعض سواء كانت داعش الإخوان المسلمين أحرار الشام كل التنظيمات هي بتعمل نفس الهدف هو زعزعة استقرار الدول والبث الفكر المتطرف والإقصائي للمجتمع الدولي أن تتكاتف جهوده وفقا لما تتعامل به مصر من استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه التنظيمات أمنيا ولكن أيضا بمقاومة الفكر المتطرف تغيير الخطاب الديني توضيح حقيقة الإسلام الحنيف ومبادئه السمحة وأيضا التعاون في إطار تبادل المعلومات في الملف الليبي يستانف مجلس النواب جلسته اليوم لمناقشات ملفات عدة أبرزها المرتبات في الميزانية العامة وتعيين وزير للدفاع ووكلاء له وعلق المجلس جلسته أمس في طبرق وأضح المتحدث الرسمي باسمه عبدالله بلايحق أن جلسة أمس تضمنت استعراضا كتابي لجنة 5 زائد 5 العسكرية والتي تطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها كما تقرر خلال الجلسة استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة اليوم وجرى أيضا تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظرا لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين وجه المجلس الرئاسي ليبي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة طلب منه الحضور إلى اجتماع الأحد المقبل لمناقشة تسمية وزير الدفاع وهي الحقيبة التي يحتفظ بها لدبيبة لنفسه منذ تولي السلطة التنفيذية مهامها قبل أكثر من ثلاثة أشهر وذلك بناء أن على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بالفقرة 15 من المادة الثانية والتي تقضي بوجوب التشاور في تسمية وزير الدفاع يواصل الملتقى الحوار السياسي الذي يعقد في جناف عمل يومه الثاني لحل المواضيع المختلف عليها والصياغ التي توصلت لها لجنته الاستشارية وتوصل أعضاء الملتقى أمس إلى تفاهمات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة وأعلن المجتمعون أن أي عسكري يرغب بالترشح للانتخابات يجب أن يقدم استقالته كما لن يتمكن أي شخص يحمل جنسيتين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ويعد مستقيلا من منصبه كل مترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا وستجرى الانتخابات وفق القاعدة الدستورية بنظام قوائم رئيس ونائب رئيس ورئيس حكومة أما البرلمان فتوافق أعضاء الحوار على أن يتشكل من غرفتين مجلس نواب وسيكون في بنغازي ومجلس شيوخ في سبهاء أو ترابلس كما واجه الاجتماع المجلس الرئاسي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوحيد الجيش ووضع قياداته تحت سلطته هذا وأوسط اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لبيب تأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل أجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة طفقا للقاعدة الدستورية وتلزم هذه السلطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع وذلك قبل انتهاء ولايتها على أن يشكل ملتقى لجنة فنية للتواصل مع هيئة سياغة الدستور لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من قبل بعض الشرائح والمكونات على مشروع مسودة الدستور إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام النشر إلى اللقاء اشتركوا في القناة